تضيف ايه؟ تضيف على وسط الملعب غياب أكرم توفيق انه ما بيبدأش بعد ما بدأ مطشين ورا بعد وشوفنا الشكل والتحول الدفاعي لخط وسط ملعب النادي الاهلي والتركيبة لخط وسط ملعب النادي الاهلي اختلفت في المطشين الاخر سواء مطش الاسماعيلي وقبل كده مطش مازينبي وحتى في الجامعة وانا عطيها ما حسناش بالفارق اللي كان موجود في نصف فوس وسط ملعب النادي الاهلي لكن النهاردة حسنا بحاجة غريبة في صناعة في رؤونة في عملية الضغط ودي ممكن شفناها في أكتر من كورة لفرقة الجونة خاصة من ناحية المين الرؤونة كجامل ناحية حسن الشحات في عملية الارتداد عملية الضغط على لعيب حامل الكورة نفس الكلام أحمد نبيل كوكا لو جبنا الحالات ونبص عليها كده وإحنا بنتكلم عن حتة الرؤون على المستوى خط الوسط الدفاع للنادي الاهلي هتلاقي فريق جونة بيبدأ أنه يتنقل بالكورة بكل سهولة مفيش ضغطة مفيش شراسة في الضغط مفيش تعيب يحاول أن يستخلص الكورة في منطقة ممكن تشكل خطورة على وسط ملعب النادي الاهلي وعلى منطقة الجزاء النادي الاهلي رغم أن أنت عندك مطش مع فرقة هيكون عندها كوالية العيبة أعلى من كده بكتير وممكن في كورة زي كده أن يوم ما يشكله خطورة ويتصرفه بكورة أحسن من كده لفرقة الترج هتبدأ تشوف برضو نفس الطريقة من ناحية اليمين برضو اللي موجود فيها حسين الشحات اللي بيعمل عملية ارتداد مع علي معلول بعد كده برضو اللعبة بتتنقل بالكورة بكل أريحية حتى لما كورة بتتقطع بيرجعوها تاني من أقرب نقطة المرمى النادي الاهلي ضغط برعونة برضو من أحمد نبيل كوكا العيب بيستخلص الكورة بيستدد بص الرجل بيتاريق على عملية الضغط الان بأحمد نبيل كوكا ارجع فريم اتليه رجل بيعمل كده اللي هو انت اضغط على الكورة بكل كوة عشان خاطر تستخلص الكورة ما يبقاش فيه فرصة للفريل قدامك انه هو يسدد على المرمى بالأريحية دي طبعا هو كل ده في حساباته المباراة الترجي لانه ما انفعش اتعامل مع فرقة بحجم الترجي التونسي بالرؤونة الموجودة في مرعب نادي الاهلي في عملية الاستخلاص فعشان كده كنا بنتكلم على أهمية دور اكرم توفيق ودور مروان عطية ارجع فريم هتلاقيه حتى هو بيحرك رجله في عملية الدوس على الارض بكلامة لحمد نبيل كوكا اللي هو اضغط على الكورة بكل كوة عشان تستخلصها بلاش الرؤونة وتبقى خايف بالضبط اضغط على الكورة عشان حاول تستخلصها في عملية تتحول هجومي لكن طبعا وجود اكرم ووجود مروان عطية وعودته النهاردة وبدأ يشارك هيزوده من قوة وسط المعب نادي الاهلي اشتركوا في القناة